احنا بننبه بعض بنقول ان المجتمع كله حكومة وحكاما ومحكومين المجتمع المصري علي ان هو يقف وقفة حازمة وقفة جدة مع نفسه ايوة المجتمع يجب ان يقف وقفة حادة وحازمة مع نفسه المجتمع يراجع نفسه المجتمع يقف ويقول لا كفاية خلفة كفاية زيادة سكانية بهذا الشكل غير المسبوق على مستوى العالم احنا بنقول بالبلدي بنقول ببساطة للناس كفاية خلفة احنا بنجيب وخصة فيه يعني اضرب شوف مثل كل الناس الاثرياء او الناس المستريحين في الطبقة الوسطى بيجيب ولد او اتنين يعني طفل او اتنين ماكسيمان ثلاثة على اقصى تقدير بتلاقي فيه المناطق العشوائية وفي المناطق المنخفضة في الثقافيا وعلميا وخلافه تسعة وتمانية وسبعة وعشرة وهكذا في المتوسط فيه ارتباط طرد ما بين المستثقافي والديني والتعليمي والمادي وبين الزيادة السكانية ادرسوا وشوفوا العلماء يدرسوا ويطلعوننا هذا الكلام ونطلع نشوف الازهر الشريف الازهر الشريف والازهرة الشرفاء يطلعوا يقولوننا يا جماعة المصالح المرسلة البلد رايحة فين هل الزيادة السكانية بهذا الشكل مقبولة نحدد ننظم نطلع قوانين الفكرة بتاعة الزيادة السكانية ليست مشكلة الحكومة الحالية ولا مشكلة مصطفى مدبولي وليست مشكلة الرئيس الحالي الرئيس عبد الفانتاح السيسي دي مشكلتنا احنا مشكلة المجتمع مشكلة الشعب مشكلة تاريخية بقى سنين احنا كنا بنتكلم اهمة عبدالله عبدالنس كنا كانوا واحد كنا كان مليون ومحمد علي كنا كان مليون عشرينات وتلاتينات إحنا بقينا 3-4 دول فوق بعض إحنا معدل النمو بتاعنا في مصر قد نص معدل نمو أوروبا مجتمعة القارة الأوروبية مجتمعة إحنا معدل الزيادة السكانية في مصر ضع نص الزيادة السكانية في القارة الأوروبية بكل إمكانياتها الاقتصادية الموضوع مش سهل والموضوع مش بسيط والموضوع مش بناخده المفروض كلمتين ونخلص مش المفروض ناخد الموضوع على انه حاجة همشية ومش المفروض لما يكون عندي مؤتمر زيادة سكانية اطلع كلمتين وخلصنا وخبر وخلصنا الموضوع اعمق واختر واهم من هذا بكتير